بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين رب المجد يسوع المسيح النهاردة طبعا الكنيسة مرتبة ما بين عيد الصعود والروح القدس اريات كلها تناسب الموقف او الفترة اللي احنا فيها عشان كده ابتدى يتكلم على الروح القدس اللي احنا هنحتفل ان شاء الله خلاص بالعيد بتاعه لكن انا يهمني الرسالة اللي المسيح عاوز يدهلنا كلنا النهاردة بقول خلي بالكم انا جاي عشان اديكم سلام نوع غريب معرفوش العالم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم العالم كل السلام بتاعه سلام مؤقت وسلام مضطرب الناس النهاردة حتى لما بتتحك لما بتتحك تقول اللهم اجعلوا خير يعني مستكتر على نفسها ان تعيش في سلام فقال انا من بكرة مش ده اللي بيحصل كل الناس مضطربة كل الناس الان ايه سر الاضطراب والقلاء وبعدين المسيح بيقول لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع طيب ده بالساهل يا رب انا بطرب وانا بخاف عاوزين نتكلم النهاردة على الحتة دي ازاي الانسان يكون عنده سلام عايز ابتدي بحكاية لواحد اسمه ابونا اندراوس السمويلي ابونا اندراوس السمويلي كان في دير الانبى سمويلي ودير الانبى سمويلي كانت المية بتاعته شحيحة ولما بتطلع مية ما تتشربش ما تتشربش طعمها صعبة قوي فالرغبان خدوا قرار ان هما يهجروا الدير ابونا عنده راوس قال لا ما فيش راهب يسيب ايه الدير بتاع راهب مش في كنيسة راهب في دير دير يعني ليه اسوار وليه مساحة وليه ارض المشكلة اللي انتو او يعني المشكلة الاجبر اللي كان بيعاني منها انه هو ما كانش بيشوف يعني نصوره مطلوب منه يؤكل نفسه ويطبخ لنفسه ويولع نار ويطف نار ويروح ويرجع ويصلي في الكنيسة ويرجع قليته وتقولي الحكاية ما كانش معه غير قطة يعني ينادي عليها كل شوي جبت منين السلام ده جبت منين الهدوء ده فيه ناس عندنا لو نايمة في بيوتها نايمة في بيوتها والخشب بتاع الدولاب ريح وزايا شوية تقلق طول الليل انا بكلم بجد فيه ناس كده طيب انت جبت السلام ده منين اه لما هده سلام المسيح اللي ما عرفوش العالم اصلي بصوا بقى من الاخر كده ايه اللي بيدي الناس الامان ايه اللي بيدي الناس الامان الفلوس الحياة لا الفلوس بتقدر تعالج الامراض المستعصية الفلوس هاي اللي بتأمن ولادنا الحياة كل ده كلام فاضي الحياة اللي انا شايفها والخدمة اللي انا بخدمها بتأكد كده صدقوني صدقوني الناس اللي ما بتسيبش لولادها حاجة غير يعني الحياة افضل من اللي سابه مئات الالوف والملايين وبتخنقوا مع بعض ومش طيقين بعض وقطعوا بعض بسبب الفلوس فالسلام الالهي مصدره ربنا الانسان اللي ماسك في ايده يقول كده وانسرته في وادي ظل الموت لا اخاف الشرا لانا كانت معا واهديكم حكاية من الكتاب المقدس الحكاية من الكتاب المقدس زي بتحكي ايه بتقول كده بتقول ان المسيح ثابت تلاميذ والمركب كانت معذبة من الامواج وبعدين جالهم على وش الصبح كده ماشي بس لسه الضلمة موجودة فخافوا التلاميذ فقالهم انا هو لا تخافوا فبطرس قال له اذا كنت انت هو اقمرني امشي على الماء واجي لك قال له انزل بطرس نزل ومشي على الماء من ناحية مشي مشي على الماء مشي خطوة واثنين وثلاثة خلي بالكم لان ده هطبقوا علينا هطبقوا علينا دلوقتي اصلا احنا كلنا عم نزل بطرس ده وبعدين بطرس صلحت في دماغه حاجة بقى ينهى ربيض ده الدنيا ظلمة ينهى ربيض ده انا ماشي على البحر ينهى ربيض لو تطلع لي كبوريايا تقرصني في رجلي ولا ولا سمكة ولا ولا شوكة من شوك البحر هيحصل لي ايه اول منزل عينه من على المسيح وابتدى يفكر بعقله ابتدى ايه يغرق فالمسيح مسك ايده ووبخه وقال له ليه شككت يا ضعيفة الايمان يا قليل الايمان انا وانتوا وعملي زي بطرس ازاي احنا كلنا مشينا التلات اربع خطوات دوله على المية مع ربنا قبل كده وكلنا شفنا ربنا في حياتنا وشفنا ساتره وشفنا سندته وشفنا عمله كلنا شفنا كده وبعدين ابتدينا مع الوقت نشك طب والولاد طب ولو كبروا طب ولو البت مجلهاش عريس طب ولو مش عارفين في ايه طب دي الشقة ايجار ولو خدوها في ايه قاعدين نشغل ده فربنا يقول مادام انت نزلت عينك من عليا وبصيط لمشكلتك مشكلتك هتبلعك زي الدوامة وهتفضل الآن وبقى اني اسمعيولك انا اطول الليل بفرق يا بونا من القلق ومن الهم ومن الغم طب ما انت في ايدك تبص عليه ما انت في ايدك تجيب كل مشاكلك وتحطها تحت رجليه تحت رجليه هو هيتصرف هو هيتصرف اوقات العقل يخلينا نشك في ربنا يعني نسمع عن طفل كده امه ماتت في حم النفاس يعني ايه يعني ثابت الواد لحمة حمرة في وقت ما كانش في لبن بودرة ولا لبن اطفال كان يجيبوا حاجة اسمها مرضعة وكانت الرضعة بتلات تعريفة كانت فيه كده فعلا ده زمان في السعيد كده والناس تضرب كفة على كفة وتقول ليه يا رب تسمح ان الطفل رضيح كده لما هو انتو احن علي مني ايه رأيكم ان ده هيطلع بطرك ويبقى اسمه البابا شنودة الثالث البابا شنودة الثالث اه انتو كنتوا بتضربوا كفة على كفة وتقولوا ليه يا رب انا اللي هتولاه وانا اللي هربيه وهيحباني وهيطرهبن وهيبقى اسكف وهيبقى بطرك وهيقود الكنيسة اربعين سنة كاملة ده ملك انت قلقك هيعمل ايه مش هيحل المشكلة الشطارة انك تاخد كل قلقك وكل مشاكلك وتحطها تحت رجليه وتقول له يا رب احكم يا رب دبر الدنيا اللي فيها كلها بتاعتك صدقوني يا جماعة صدقوني صدقوني وارجوكوا تصدقوني اطلبوا الستر ما تطلبوش الغنى لان هم الغنى اصعب من هم الفقر اطلبوا الستر وبس وسلموا حياتكم لربنا وقولوا يا رب اصطر علينا هيكمل وهيصطر لانه بيحبنا ودينا مثلا قال اذا كنتم وانتم اباء اشرار بتعرفوا تعطوا اولادكم عطايا حسنة طيب انا مش رير وانتم ولادي يبقى ازاي استخسر فيكو اللي عنده ثقة في ربنا عنده سلام وكلما الإيمان يقل والثقة قل التعب والقلق والإطراب يزيد ربنا يديني وديكم ان نسلم كل امورنا لربنا لانه هو ملك السلام وهو هيدينا سلام يفوق العقل لإلهنا كل مجد وكرامة الان وإلى الابد آمين